يعاني الاقتصاد اللبناني من مشاكل جوهرية تنعكس على الحياة اليومية للمقيمين في البلاد فلبنان يعد من بين الدول الأكثر مديونية في العالم ويقدر حجم دينه العام بأربعة وثمانين مليار دولار وقد وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالى مائة وخمسين في المائة وثم تعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وسط ارتفاع نسبة التضخم بين 6 و8 في المائة في العام 2018 ولكن رغم السلبيات تعكس مؤشرات أخرى استمرار الدورة الاقتصادية نعرف أن تحويلات من الخارج إلى لبنان من المقتربين سيكون فوق 8 مليارات دولار نعرف أن الإشغال الفندقي في لبنان سيكون حوالي 65% نعرف أن الودائع بالمصارف زادت حوالي 4% فهذا جزء من المؤشرات التي تبين كيف الحركة موجودة بالرغم من الصعوبات تجمع دراسات دولية ومحلية على تجاوز البطالة في لبنان نسبة 30% خصوصا بين الشباب إنما في المقابل يبرز عدد كبير من هؤلاء في قطاع التكنولوجيا والإبداع الذي خطى خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية ويقول مختصون إنه أتاح أكثر من ألفي فرصة عمل في السنتين الأخيرتين لبنان عنده فرصة يكون هو منصة إنتاج لمنطقة شرق الأوسط والشركات تقدر توظف بلبنان هالقطاع الشبابي اللي عم يتخرج من الجامعات بمعاشات وبكلفة أقل من إذا بدأ توظفها بمناطق الخليج أو بأوروبا ولكن صار من الضروري بالسبب الأوضاعي اللي وصلنا إلى مؤخرا أنه الدولة تعالج هالموضوع ونقدر نتحسن لنقدر نضل نعم نوزف ونخفف من البطال الموجودة ابتكارات وأعمال جديدة يحفل بها لبنان في انتظار تطبيق ما دعا إليه البنك الدولي من إصلاحات هيكلية وخطط مالية تزيل عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد رغم بلوغ الدين العام مستويات خطيرة لا يزال الاقتصاد اللبناني اقتصادا مقاوما يحقق بعض التقدم وإن كان بطيئا وذلك بفضل قطاع خاص ديناميكي ومبتكر لا يحتاج إلا إلى ملاقاته من قبل القطاع الرسمي بخطة جدية وشفافة ليحقق الاقتصاد اللبناني ما يحتاج إليه من نقلة نوعية كلودي عبي حناء الغد بيوت